لمتابعي الكرة والجماهير في كل مكان أهلا ومرحبا بكم النهاردة حلقة جديدة إن شاء الله تعجب جميع متابعي الكرة والجماهير حلقتنا النهاردة مقسمينها الفقرتين الفقرة الأولى هنشوف مثلا أهم المستجدات المطروحة على الساحة الرياضية اللي للأسف يعني أنا عن نفسي ومتابعي الكرة والجماهير ما بنحبش نتكلم كتير في أزمات وفي مشاكل ولكن أنا يعني هنقول بقدر المستطاع الأخبار اللي هي ممكن جمهور القرى والجماهير اللي بيحب يسمعها من خلال البرنامج وإن شاء الله مش هنتطرق للمشاكل والخلافات والأحداث اللي إحنا ما بنحبش نسمعها فقرتنا التانية يكون معنا أشهر وأجدع زمال كوية في مصر الأستاذة سلمة عز الدين إن شاء الله تبقى معنا في الفقرة التانية نروح للفقرة الأولى مباشرة عشان برضو وقت البرنامج الأستاذ فرج عامر رئيس نادي سموحة يؤكد جميع المساحات التي تمت أمس للفريق والجهاز الفني جميعها سلبية إف سي مصر والإسماعيلي تراجعوا عن قرار عدم المشارقة في الدوري المصري وأعلنوا أنهم جاهزين لاستكمال مباريات الدوري المصري عندنا خبر برضو من اتحاد الكورة اتجاه الاستئناف مباريات الدوري الممتاز بداية من 8 أغسطس القادم حتى نهاية 15 أكتوبر ده خلاص قرار قولا واحدا لا جديد يسكر ولا قديم يعاد الدوري الممتاز إن شاء الله 8 أغسطس نهايته 15 أكتوبر فيه برضو خبر برضو معانا مدخلة ألو كابتن طارق مسايد خير كابتن طارق السيد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر مسايد خير مسايد خير يا فندي نزايا حضرتك نزايا كفندي معامل إيه منور الكورة والجماهيرة كابتن طارق عندنا بعض الأسئلة كده ممكن نغد من وقتك بعد إذنك يا كابتن يعني هندخل بقى على طول يعني رأي حضرتك في قرار المستشار مرتضى منصور بعدم اللعب دوري الممتاز والله أنا شايف إن القرار بالنسبة لناسة المالك قرار مزبوط 100% يعني الموضوع صعب جداً الفترة دي إن أنت تكمل الدور في الفترة دي سبعتاشر ماتش تكملهم في حوالي شهر ونص سبقات لدوري وأنا عندي طولة إفريقيا وأنا أصلاً قبل طولة إفريقيا وقبل الكلام ده كله إن أنا هرجع أبتدي الدوري ده من دلوقتي بعد شهر بعد راحة تلبية أكتر من أربع شهور راحة تلبية في البيت الأمر صعب جداً جداً على أي تيم وعلى أي فريق وعلى أي لعبة كرة في العالم تمام اللعيبة دي لازم تاخذ خطرة أعداد كاملة من 6 إلى 8 أسابيع لازم تجهزهم بدنياً وفنياً كويس جداً زائد إن كمان في مشكلة هل اللعيبة دي هترفتها في معسكر طول الوقت ولا هتشتغل عليهم إن هم يروحوا بيوتهم ويرجعوا تاني تمام ويتعاملوا ويمشوا في الشارع ويتحركوا ويبقى في دفع فلوس هنا ودفع فلوس هنا أمور صعبة جداً ممكن لقدر الله في أي وقت أحد منهم مصاب طيب يا كابتن طريق بعد إذن حضرتك هل الخوف على لعب الكورة اللي هو مؤمن وعنده بدل المسحة 1 و 2 و 3 وعنده نظام غذائي وعنده معسكرات وعنده رعاية كاملة ما بالك بقى بالناس اللي هي مثلاً متواجدة في الشارع طب الناس دي تقعد في بيوتها ولا الناس دي تعيش حياتها وتتعايش مع وباء كورونا على فكرة إحنا ما بنقولش إن إحنا مش عايزين إتعايش مع أولاً كورونا ما هو معنى الإلغاء يا كابتن طارق إن أنا ألغي دوري إحنا مش أقل من أي دولة رجعت الدور بتاعها فضل إحنا بنقولش بنقول إيه التدي سيزيون جديد على أول تسعة وقتاً ثمانية طب ما هيبقى في كورونا برضو كابتن طارق في أول تسعة حيث هو قوي هكون بقى أنت تعالفت وعرفت تشوف الدنيا فيها إيه تشهرين كاملين تشهرين كاملين تمام إذا ما الدوري الدوري ده إنت برضى كتبالك عراقب وخيفة فيما بعد مشوهرين بالكوناس مشوهرين بالكوناس مشوهرين بالكوناس الدوري ده لو دي جع إنت وزهب 17 دور المفروض ومطالب إن اللعبة دي تلعب تلعب كل يومين أو كل ثلاثة أيام مباراة هيبقى دوري مضغوط أنا معك كابتن طارق هيبقى دوري مضغوط جداً حضرتك أكمل مع صوجة المنظر مش بس إن إحنا إحنا بنقولش رجعوش النشاط أنا أول واحد بطالك برجوع النشاط ومعها جداً برجوع النشاط ووقف النشاط أكتر من كده طعب ومضر على الناس كلها بس صح إحنا على فكرة بس يا جماعة في حاجات في حاجات حضرتك معلش مزيع في التلفزيون صح؟ تمام أنا ما فهمش بشغلانتك أكتر منك تمام أنت قادر بيها تمام إحنا بنتكلم فني وبدني يقول إيه يا جماعة صعب من المستحيل بعد فترة راحة أربع شهور سلبية تجيدوا اللعيب تمرنوا شهر وتقوله خش فترة منافسات في دوري مضغوط طب حضرتك تتفق معايا كابتن طارق إحنا كنا ممكن مثلاً نغد جميع الأراء يعني حضرتك بتقول حاجة كويسة جداً أنت مش ضد عودة النشاط ولكن أنت مع أن الفترات اللي هي التدريب أو فترة الإعداد لرجوع الدوري هتاخد وقت شهرين مثلاً أو ثلاث شهور هم من ستة لثمان أسابيع بس اعمل حسابك من ستة لثمان أسابيع دي بتشتغلهم لو أنت واخد شهر ومص راحة إنما أنت بقى لك أربع شهور مريح يعني هو الخلاف هنا كابتن طارق مش عشان كورونا عشان الناس بس تقدر يا فندم كورونا إيه؟ الناس كلها عايزة تنزل بتشتغل أيوة كده بصنا ما أنا هقول لحضراتك كابتن طارق إيه الخلاف اللي بين الأهلوية والزمالكوية النهاردة إن هو هيقول لك لا أستة الزمالك مش عايز الأهل يقول الدوري طب الزمالك كولك لا أستة الدوري إيه؟ إيه؟ الدوري إيه يا فندم مش إيه في الدوري بالنسبة لأنا بتكلم عن نفسك كطارق السايد تمام رأيك بقرار المستشار في عدم لعبة دوري الله إيه نور عليك أنا بجاوبك في الحتة دي أنا بقى من وجهة نظرك كطارق السايد كل الكلام اللي أنا قلته ده وجهة نظر ليه أنا مع المستشار في الحتة دي؟ أيوة عشان واحد اثنين ثلاثة اللي أنا بقولهم دون بس طب ناخد سؤال تاني يا كابتن طارق بعد إذنك عمي إتحاد الكورة بيدرس معاقبة حزم إمام بعد بيان رفض عودة الدوري تقول إيه برضو لاتحاد الكورة؟ مع هلقصة برضو الناس مش فهمة أيوة اللي هو إيه؟ حزم إمام لما بيعترض برضو نفس الاعتراض على فترة حزم بينجل اتمرن في النادي كل يوم تمام وأنا بشوفه كويس يعني مش حاول بالمشاط ينجع هو بكرة الدوري المضغوط وترعبه بعد شهر من دلوقتي يا جماعة كارثة عن لعيبة انتم شغلين بالكم الناس مش فهمة أيوة والله الناس ما فهمها كارثة عن لعيبة طب نروح 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 يا كابتن طارق نروح لسؤال فيه جدل وجدل على الساحة الآن على مواقع السوشيال ميديا وحضرتك أعلم مننا البعض يشكك بإصابة حارس مرمى نادي الزمالك محمد عواد دي عيب قوي دي حاجة قذرة جدا لا دي عيب قوي دي حاجة قذرة جدا لحد يشكك بمرض أحد تمام يعني الموضوع ده لا 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 بصر ده 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 مستوى متدني في التعامل أيوة أيوة بجد مستوى متدني في التعامل على فكرة ده فيروس أيوة وضع عالمي وما لوش علاج بعدين الرسول عليه السلام قالك لا تتمرضوا فتمرضوا يعني يلا الموضوع الموضوع يعني يعني الكلمة دي بصراحة أنا آسف لا 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 ده 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 عدم عدم يعني مستوى مستوى صين طيب سؤال أخير سؤال أخير يا كابتن طارق عشان برضو وقت الحلقة هل المستشار مرتضى منصور بيتعرض لحملة شارسة وهجوم على مواقع السوشيال ميديا في الآوينة الأخيرة؟ ده الرجل تريند تويتر مبارح إيه؟ الرجل تريند تويتر مبارح بس يعني بص فيه منافع يعني نقدر نقول إنه هو لقب الأسد مش من فراغ يا كابتن طارق خلينا نتكلم نقول إيه؟ عشان عشان أسعى برضو أقفل عشان حضرك يعني تاخد وقتك ببرنامجك مش هال المفتضى أو الموضوع بتاع الهجومة على السوشيال ميديا أيوة مش مفتضى بس اللي عايز الدوري يتويف على فكرة أيوة يعني ما حدش يقدر يقول للدولة لك دولتنا بنحبها و بنخاف عليها ما حدش هيقول لك لما يقول لك عايزين الدوري يرجع يقول لك هذا ده قرار دولة لا القصة مش قرار دولة القصة من الناد لها لياخد الدولة كابتن طارق هو الباك الشمال لما يبقى حريف زي كابتن طارق مفروض ان اجاباته تبقى نموزاجية زي حضرتك كده يا فندم والله انا اجاباتي اجاباتي على قد لا 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 بجد اجابة اجابات على اكثر واقعية يا كابتن طارق شبنا يا خلي حضرتك واحنا سعداء جدا بالمداخلة الجميلة يا كابتن طارق شكرا شكرا لحضرتك طبعا انا عشان وقت البرنامج ممكن كان عندنا اسئلة كتير للكابتن طارق بس عشان وقت البرنامج وفقرتنا التانية نطلع لفاصل ونستقبل ضفت حلقتنا الزمالكوية الجدعة سالم عز الدين نشوف الفيديو ده ونستقبل ضفتنا الجميلة سالم عز الدين بعد ما رجعنا لكم الفاصل اهلا بكم النهاردة صحرة بقى مع البنت الجدعة بنت البلد اجمل واشهر زمالكوية في مصر الشخصية اللي بجد الناجحة والطموحة في شغلها وده هتعرفون ان شاء الله في وقتنا اللي هيجي دلوقتي بس قبل ما ندخل بقى مع نجمتنا النهاردة نرحب بالاستاذة سالم عز الدين منورة برنامج الكرة وجميل منور بيك والله يا استاذ احمد وانا ممسوطة ان انا معاك بقناة الصحة والجمال ده اشرف لنا بجد وانا يعني انا سعيدة بوجودة معاك والله ربناك بيك وبعدين بقى معادش خلاص بقى بمهور دلوقتي في ناس يقولك احمد سعيد احمد سعيد الموضوع ده عمل لي مشكلة من الصف اه والله يبجد مع جمهور الزمالك بزيج اه المتعصبين اه معاك انا الفكرة الزمالكوية اقترهم حبيبي لا معاك احنا كلنا في القوة الاخر اخوات بس اول موضوع فلن عمل عمل قشوية انا انا نفسي مش هطلع مع حد بيجرب احنا على الهوى بنحترم جمهورنا وبنحترم جمهور الكرة والجماهير ما بنقدرش نحيد لا هنا ولا هنا احنا بنقول الحق طبعا ندخل بقى ونتعرف على الشخصية الجميلة بجد اللي طبعا اكتر الجمهور بيشوف الاستاذة سلمة كواجه بس انت ما تتعامل معاها تلاقي شخصية بقى بص فعلا بنتي جذعة بجد ما نيخليك يا ربك فكرة انشاء وايث سطور اللي عمل لنا بقى الترند على المواقع السوشيال الفديوهات اللي بتطلع في مليون ونص وطن ايه بقى؟ ايه موضوع الويت سطور ده والفكرة دي جات ازاي؟ انا ويت سطور ده انا بعتبره ابني يعني والله ابني يعني one destور ده هو حياتي انا طبعا الفكرة جات انت عارف طبعا انا زمرك عامل يا قد ايه 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 معروف فانا كنت عايز اعمل حاجة είναι جمهور الزمالك يعني الجمهور اللي نفسه يلبس تي شرط نفسه يلبس بانطلون نفسه يلبس حاجة عليها زمالك يعني أنا يزيقولك دي ما بقلعهاش من إيد دي خلاص دي خلاص مهما لابسة كلاسيك مهما لابسة أي حاجة دي ما بتفارقني ده حب بقى وعيش إنادي الزمالك عيش ده حاجة في الدم كده حاجة في الدم طيب هل فكرة ويت ستور نشأت من حبك للزمالك؟ طبعا يعني برضه طبعا ده هي العامل الأكبر يعني أنا من كتر حبي في الزمالك جات في بالي ويت ستور بس أنا يعني على الحد علمي يا أستاذ سلمة إن إحنا ما اكتخناش مثلا بمقر واحد إحنا ما شاء الله غطينا الجمهورية كلها آه لا الحمد لله ده بص بفضل ربنا يعني أنا ما فيش أي خطوة في حياتي بتحصل حلوة غير بحاجتين بفضل ربنا وبدعوات أمي يعني أنا دي بصراحة دي حاجة أنا دايما نقولها يعني طبعا طب الفروع بقى كان فرع لحد ديوقتي عشان يبقى نمسك الخشب بص هو أنا أصلا عندي بكرة أوبرينج عندي فتاح فرع جديد ده هيبقى في وسط البلد تمام مضبوط ده ده الفرع الثامن الثامن ما شاء الله عندي في مدينة نصر ومدينة نصر ده الفرع الأقرب لقلبي مدينة نصر ده أول فرع هو مش أول فرع بس هو ده الفرع الأقرب لقلبي أول فرع للمهندسين طب إيه السبب؟ إيه السبب اللي أقرب من حاجة لك من مدينة نصر؟ ممكن عشان أنا أطلب من مدينة نصر وإصحابي من مدينة نصر بقى للا. اه بحن للماضي. اه طبعا. وقام الطفولة وكيه. اه طبعا. مدينة نصر. مدينة نصر. عندي في مدينة نصر وعندي في المهندسين وفي الهرم. اه. اه اكتوبر. تمام. وفي طنطة. في المنصورة. ده اللي لسه فتح قبل. ده راي. اه. وفي اسكندرية طبعا. تمام. يعني احنا نشبه كده تماما حافظات لسه اتناشر نشد حين احنا. ان شاء الله ربنا يكرمي. شاء الله كل التوفيق ليك يا ربنا يخليك والله. طب عايزين نعرف برضو جمهورك النهاردة يعني احنا حتى حد بيقولي في الاربيز اللي. اه وايت ستور. ده وايت ستور معنا ده 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 المنتجات. انا اللي باختاري الديزاين. طب هي رجالي رجال وبنات. اه يعني هي يوني سكسي يعني ممكن يتلبس ولادي وبناتي. ولادي وبناتي اه. طب في اطفال بتاقي دي. في عندي من نيوبورد يعني انا دايما. انا عايز قولك. انا لسه بيتولدوا بيلبسوا عندنا زمالك. يا جماعة على فكرة. اه. بستورة سلمة دي بجد. اذا كنتوا انتوا بقى بتقولوا احنا بنحب الزمالك والكيان. اه دا فرع الهرم. دا فرع الهرم. اه دا فرع الهرم. اه. اه. على فكرة يا جماعة اه بستورة سلمة من اكتر الناس اللي بتخدم النادي. لان عاملة رواج اه بطريقة غير عادية بغد؟ يعني بصراحة. انا 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 بعتبر نفسي بنت النادي. بنت النادي. اه. يعني انا يعني في خدمة ناس الزمالك ايا كان ايه. طب امتى نشوفك على قناة ناس الزمالك يا رب ربنا ايه. بتاعت ربنا والله. يعني انا ما بفكرش فيها. يعني بس هي بتاعت ربنا. الحمد لله مركزة في شغلي. وانا كده كده كنت في الاعلان كتير. بس انا انا اللي اتجهت. للبزنس. طب انت بتشجعي الزمالك من امتى يا رب سلم? بشجع بقيت من زمال جدا. انا بابايا. بابايا هو. يعني بابا هو اللي غرس فيك يحب نالزم. اه. فراحة. انا بابايا كان زمالكاوي. اه بابايا لا يرحمه طبعا باباهم توفي. الله يرحمه. بس انا بابايا كان زمالكاوي لدرجة ان الزمالك لو مسافر الكنغو بيسافر وراء الكنغو. بيحضر ايه ماتشوة? ايه ماتشو ايه مكان. وكان زمالك لما بيكسب كان بيبقى فيه فرح في بيتنا. لجد. كان مش فرح يعني هو ممكن تلاقيه بابا بقى رجع ببيتزا وهدايا وآه بيبقى يوم فرح هو حببك في نادي الزمال والعكس بقى لو الزمالك خسر بتبقى بيبقى ناكد في البيت من كله كلنا العيلة كلها زمالكوية طب نشوف اتصال دلوقتي من زمالكو جميل أبو جانا عليكم السلام بمس عليكم مسي على زمالكوية المحترمة الكبيرة زاكي أبو جانا تقولي إيه للأستاذ سلمة فانا والله عنا بنطلب منك خرعة جديد في السعيد حضرتك مش غالة عملينا خرعلي في السعيد بس انت تاخد منها الوعد بقى منها على الهوى يا بو جانا احنا نجيلك مخصوص يا بو جانا والله والله على راسي ده احنا نجيلك مخصوص والله يا بو جانا ربنا يا كلمة يا رب وديك الصحة وكلمة في المزيد جاية من يا رب ربنا انا في خدمتكو يعني دايما ربنا يا خليك احنا عاوزين فرعة من حضرتك في عصور على راسي والله ده انا زي ما قولك اجيلكم بنفسي والله ربنا يا خليك ويكرمك يا رب ربنا يا خليك سيد احمد اخبارك ايه؟ عامل ايه يا بو جانا حبيب ربنا يا خليمك يا رب طبعا انت تعبتني قبل الهوى بس مش مش مشكلة مش هزع منك يا بو جانا انت حبيب يا سيد احمد انت عارف ان انا بحبك يعني نختلف تنتفق برضك حضرتك طبعا طبعا يا بو جانا كلنا يا مصر شكرا يا خبيبي طبعا كلنا مصر طبعا ياريت زماننا يعني من تعطب ده يعني ياريت بلاش ياريت ياريت والله ابو جانا يعني انا بجد انا انت عارف ليه برضو النهاردة احنا معانا ضفتنا لسالة سلمة زملكوية اوي 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 يا سيد ولكن ميزتها ان هي بتحب فريقها دون مساس بالاخر دي ميزة بجد ياريت كل الزملكوية ودرسالة منها ان هي بتحب فريقها من حقها ما حد شيء ده رولانتي بتشجعي الزملك ليه ولكن دون المساس والتعرض للاخر تمام كلم محترم وكلم جميل من حضرتك واحنا نتمنى منك كده ابو جانا برضو بس انت خف شوية في مواقع مواقع التواصل ابو جانا انت عامل حالة صعبة برضو حبيبي يا سيد احمد ساعد واجه رسالة بس للوزير الشياب والرياضة اتفضل حضرتك يا سيد سيد الوزير احنا بنطلب منك جازة ملكوية تمام تعمل جازة صلحة بنا المستشار المرتضى منصور والكابت المحمود الخطيب انت محترم يا سيد والله بجد انا كزملكاوي عاشوف هذا المشهد وهذا الصلح هذا من جواه كنات الزمالك تبطح له وكنات الاهلي تبطح له تمام النادي الاهلي فحاله فريقه ونادي الزمالك فحاله فريقه انت زملكاوي جميل ابو جانا وشكرا على اتصال ويريد تكون رسالتك وصلت في المشؤولين شكرا ابو جانا شكرا ابو جانا شد المتابعين لبرنامج القرى والجميل على فكرة والله يا هو شخصيها محترمة وبرنامج جميل يعني انا طيب ممكن تقولي الو بس تبصوا للكاميرا يا سيد والسلام دي ولا دي لا دي ماشي الو اللي منورونا في الفضائيات دينا عبد الرحيم دينا مسائل حيرة سازة دينا مسائل نور ايه الاخبار هي عرفت صفت من غير ما تقولي من غير ما أقولها الاسم طبعا ده ليزم يوميا يوميا نيوم وكلمات يوميا على طول سريد قول حاجة لا انا عايز اقول لك ليس تقولك دينا عبد الرحيم الناس ولا بيه مني جدا ايه اهلوية جدا ايه يا جمال ده استيزا دينا اهلوية جدا ايه اهلوية جدا هي دي الروح الجميلة انا وهي دايما على الفيس بوك هي تخشت تمل عليها حفلة وانا عامل عليها حفلة فاحنا مقضينا حفلات بس بحضو ودي طبعا طبعا. طبعا. استاذة دينة تحب تقولي ايه بقى للاستاذة سلمة على الهوار? انا هحبها قولها ان هي منورة الاستاذة والله هي طول عمرها صاحبة جدعة. واحلى زملكوية في الفول. وحسجع الزاوريك عصان خد. لا استني بس. لا استني بس استاذة دينة هقولك على حاجة. هي اجمل زملكوية واشهر زملكوية. انت برضو اجمل اهلوية استاذة دينة. او لا هي جميلة جدا. زي بنت. ايه اصلا جميلة جدا. هي ايه? بتقولي ايه يا استاذة دينة? هي اجمل انتنا بغض النظر ايه يا احلوية زملكوية احنا بنحبها كده كده. ربنا يتخليكم لبعض. انا عايز اقول لهم حاجة. وبعدنا عندنا اتنين زملكوية صغيرين روفي وكارلة. اه روفي وكارلة اه. اه دول دعمين حالة دول اه. اه? ربنا يخليهم لا يا رب. انا دول بالنسبة لي دول اخواتي. هم فهمين. هم دول اخواتي. شكرا 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 استاذ دينة. شكرا استاذ دينة. اه نروح لاشهر زملكوية. اه بصراحة حلقة جميلة ومبهجة. اه. والله انا مبسوطة. وانت من ورانا بجد. والله انا مبسوطة. يعني انا زي بقولك انا مازم انا الصحابي الوراقي مني فعلا اهلوية. معنا برضو. يعني دينة وانوار وشاهي. كل دول اهلوية. كل صحابي والله فعلا كل صحابي الوراقي مني. وانا كده نفس الكلام ايه المشكلة? كل لحد لوم يولو. بس يبقى فيه تحفظ. وعايز اقولك حاجة والله هو. هو مش بيبقى تعصب. يعني احنا بنبقى وقت المتشاط بنحفل على بعد. بس وقت الجد والله كلنا اخواته. كلنا واحد. اه. اه. اديك شفت الازمة ببنت بنت الكابتنين خالي الغندور. اول الاول الدعمين كلمين. كان النادي الاهلي. فاحنا وقت الجد اخواتي. وهو اعترف بالكلام. لا. والله هي هي بتبقى وقت المتشاط. هزار. بس. بس وقت الجد. انت شفت جمهور الزمالك ساعة الاربعة وسبعين شهيد. جمهور الزمالك حرق البانر. دي احنا احنا فعلا كده. وانتسحبوا من المباراة على فكرة. عايز اقولك احنا الاربعة وسبعين شهيد. العشرين شهيد دول في قلوبنا. يعني في وقت الجد. لا. وقت الجد. كلنا مصريين. طبعا كلنا مصريين. وتحيا مصر ان شاء الله. طبعا تحيا مصر. طبعا استاذ سلمان عارف ان انت صحابي بس انا ليا مقربين برضو. يعني طبعا دنيا الحلوة اصلا من قبل ما تتجاوز طبعا عنطر. كابتن محمد عنطر. اه كابتن محمد عنطر وهي كده كده اصلا صحبتي جدا. تمام. اه في طبعا نونة. حبية زمالكوية? جدا. تمام. زمالكوية جدا. يعني الكابتن محمد عنطر عرف يخصار برضو. لا ما كانش هيعرف يخش وستينا غير له زمالكاوي. عشان طبعا. اه لا. اه لا اغنباه ما فيها جدا. اه. اه. فى طبعا نونة مرات كان محمود جناش. تمام. فى تاندي مرات عمر السعيد. طب فيهم اهلوية? اه لا كلهم زمالكوية. فى نوجه مرات كابتن محمد ابرهيم. اه كلهم. لا كله زمالك بس. كله زمالك. كله زمالك. يعني القريبين مني وفي حنين مرات اه طبعا كابتن محمد عواد. طبعا الضمانه الشفاء العاجل وربنا يا ربي عوهمه بالف سلامة ويرجعه لبيته مع نزم الكوي بقى جميل جدا في الخير يا قصص محمد السلام عليكم يا ابو كبات قصص محمد حمدي أنا أخلي بالك أعتبر مش عارب بقى كريمة متابعانا ولا لا أنا قلت لها يا كريمة أنا ما قلتش كريمة بس أنا قلت لا جديد يسكر ولا قديم يعاد وهي بتسمع مني ده هي بتكلمك كصيا بقى كب طب الدهالي أكلمها لا يا أنا ما تسمع بالله طب بقى عرفها بس حاضر بنسي عليك وبمسي طبعا على السيدة الجميلة والله ربنا بوفيك وده كفاحك وده عرقك وده تعبك ومن نجاح لنجاح إن شاء الله رب العالمين وانت معرومة جدا لينا عشان تبعي عارفة وأنا قريب جدا من فرع الهرم أنا في أول بيطل طبعا الشاب بتاعتي يقتضر لمجحب المصري ولا هرم مصري وبقول لك حاجة عزيز أحمد إن أبو جانقل عليها حاضر أتمنى فقعدت السيد الوزيري النهاردة لأن يكون لفت نظر يعني الهرم الرابع المستشار مرتضى منصور اللي هو كان التريند مبارح في مصر كلها والعالم العربي أنه يريد لو فيه كبار وفيه ناس محفرمين في الرياضة المصرية وفيه ناس قد المسهولية ويريد من أعلى حرف الدولة السياسة الرئيسة على الفتاح السيسي اللي بنقول له مغرور يعني الإنجازات اللي انت عملتها والإنشاءات اللي انت عملتها في مصر والتطورات كبيرة اللي انت عملتها في مصر ياريت نلم اطبي او رؤساء اطبي الكرة المصرية ونقض على طاولة واحدة ونفتح طفحة جديدة بيضة ونلم الجمهور المصري حوالينا ونكون قدوة للعالم العربي والعالم المصريكي انت تاني واحد دلوقتي يا بحمد تدخل دلوقتي وبالطالب بالمبادرة دي انا اسعد حد النهاردة ان انا بسمع الكلام ده من الزمالكوية يعني بصراحة شيء جميل بجلد اقول لك على حاجة كبتل مهما دخلنا على السوشيال ميديا ومهما عملنا حاجة كبيرة على السوشيال ميديا واتكتحنا السوشيال ميديا كالزمالكوية ياريت نجيب مجموعة من جمهورنا دلالي ومجموعة من جمهورنا الزمالك وقياضات جمهورنا دلالي وقياضات جمهورنا الزمالك ونقض على بعض ثم مع بعض بسنجوة وكموطمر صحف كبير يعني كل العالم يقول لك هم جلو مصريين ونقض في مكان كل العالم يشوفنا وكل القنوات والصحف العالمية تشوفنا انه قد ضير كرة مصرية ورئيس النادي زمالك ورئيس النادي الآل يقعد على طربيزة واحدة ونصف في كل الحسابات اللي حصلت ونقلب صفحة جديدة وان ما كنش فيه ضعطف في مصر وانت عارف ان انا عامل ابنية كابتن احمد وانا وكريم وكريم اهلاوي وانا زمالكاوي وكريمنا زمالكوية ومها اهلاوية فطبعا انت عاد حاج جميل جدا معاك والله انت معروفة جدا على والميديا وكل فروعك وربنا وفاك ومن نجاح لنجاح احلى زمالكوية في الدنيا الابتداء. شكرا يا بحميت. شكرا يا بحميت. شكرا يا بحميت. اللي ازعبت ومتوضع لي. على راسي والله يعني هو حب الناس من عند ربنا والله. طبعا. الاول دايما. اه. طب احنا ماش عارفين نتكلم بداية. تلخونيب. اهلو. اهلو. ايوة. حبيبتي. امي امي. ادي انوار. مسايد خير. انوار مسايد خير. ايه يا حبيبة قلبي? ايه الحلاوة دي? ربنا خليك يا انوار. انوار برضو اهلوية. اصدق انوار انت متابعنا من حول الحلقة ولا لسه دخل دلوقتي? ايوة معاكم وانا جنبي دينا اصلا ويا بتتكلمكم وكل حاجة. طب انت بقى اهلي ولا زمالك يا سيزة انوار? والله اهلوية وندق اهلي وكل حاجة. ده مسايدة سلمة بقى يعني هي. واقع وسط عصوبة. واقع وسط عصوبة. واقع وسط عصوبة. لا بس هم هم اخواتي. اخواتي. احنا ما نزعوا بكل حاجة. طبعا. بس انت عارفة يا سيزة انوار حضرتك سامعاني? اه طبعا. انا سعيد جدا بالروح الحلوة الجميلة اللي بينكم. انت اهلي هي زمالك. بس انتو بينكم حاجة حياتك حلوة كتير مشتركة. لا سلمة اجدع واحدة سفر حياتك. سلمة جدع جدا 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 جدا. انا كليكي انوار والله. شكرا. شكرا يا السيزة انوار. اخواتي والله. اخواتي. اه احنا لازم نكمل اسئلة سلمة. انت اتي عندك المداخلات النهاردة. حاجة غير عادية. اه طبعا اسلوب حقيقة كانت اغنية جميلة قوي. وعجبت كل الزمالكوية. وده طلب الجماهير على فكرة. هنلازم نسمعها في صوت. لا دوعا. ده مستحيل جدا. انا اقولك على حاجة. انا هترفلك بحاجة. انا قلت الكلام ده على فكرة. ده اميرة هتزعالي اميرة. انا اقولك على حاجة والله. انا حتى الفنانة هلا فاخر. لما طلعت معها انا قلت الكلام ده. انا صوت يوحش. انا صوت يوحش. انا ده كل ده كل ده ميوزك ولعب بالاسوات. طب ما تسمعين يا كلماتها. لا انا صوت انا صوت يوحش جدا. يعني انا انا حتى الدخلة اللي دخلتها كان دخلش علي جدا. انا مش عايزين ازعال جمهور لو تبقى الحلقة جميلة يا بسولة. والله فعلا بجد صوت يوحش جدا جدا. طب مالجمهور اللي هيحكم. انا كل ده كان ميوزك. انا عامل الاغنية دي على فكرة كده يعني كده انا ودونيا كنا عاملينها والله حبا برضو في ناتي زمالي. طب الاغنية جاهزة معاك يا اميرة. طب يلا التالتة يمين معنا. طيب لو كابتن شادي معاك ماشي يدخل مش. لا هي مش عاوزة تغني. عادي شغلوها. ايه? شغلوها. بس انا 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 والله فعلا كسوتي. بس انت كده على فكرة بامورك اللي هيزعلي. لا لا ما عادرش والله ازعال جمهوري بس انا. لا هيزعلي. انا والله فعلا سوتي مش بتاع انا مش مغنية. انا عملتها كده يعني. انا انا فاهم. ممكن انت مجهزة. حبا في الناس. لكن انت عملت اغنية جميلة جدا. اه الحمد لله. وكل الزمال كوية بيحبوها قوي قوي. فهما كانوا يتمنوا انهم يسمعوا منك فعلا. لا يعني والله صعب. عزور دي. اشان ما يكرهونيش. طيب نروح برضو لتجربة اخرى وانت نجحتي فيها. اه تجربتك مع الاعلام يا سوية سلمة. اه بلانكو. بلانكو في ام. كتب بداية او. كتب بداية بلانكو في ام. بصراحة والله الراديو ده كان نجح جدا. ايه. والراديو ده كان في وقت من الاوقات فعلا كان هيبقى يعني كان هيبقى على الموجة هياخد موجة وكان هيبقى اوفيشل. تمام. بس اه حصلت اللي هي المجزرة بورتعيد. ايه. الموضوع كله تتركش. واقف. اه واقف. بس انا فعلا كان بداية كان صوت الزمال كوية بلانكو في ام. كان راديو نجح جدا. كان عامل صدا كويس مع جمهور. اه كان اللي مؤسسه طبعا عزيز الشفعي. الفنام عزيز الشفعي زمال كوي جدا جدا جدا. وكان الموديل برضو تامر فاروق. كان كل يعني كان كل الكروز زمال كوية جدا فكاد حاجة نكحة جدا. بس احنا ان شاء الله عودة الاعلام هتبقى من خلال برنامج الكرة والجمالية. ان شاء الله والله يا والله انا فعلا انا 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 اللي معطلني الفترة الاخيرة في الاعلام ويت ستور وكارلا بنتي. طب ناخد الكابتن شادي الاول. يلا ناخد الكابتن شادي محمد نجم النادي الاهلي ومنتقى بمصر مسائل خير يا كابتن. مساء الخير يا سيد احمد متاع حضرتك. وحشتنا وحشتنا وحشت جمهورك لانك اعظم كابتن في تاريخ النادي الاهلي. حبيبي اشكلك شكرا جزيلا واكيد جمهور النادي الاهلي ده في قلب انا ماندرش امساها اي لحظة. اه معانا بقى نجمة جميلة سلمة عز الدين الزمالكوية تقولها ايه يا كابتن شادي. اه اكيد برحب بيها. ازاي كابتن شادي. ازايك عملا ايه اخبارك. رب انا يخليك. شكرا. كابتن شادي كان معانا كابتن طريق سيد. وانت عارش طبعا حضرتك ان القرى والجماهير اه مش هينفع ان احنا نجيب طرف ونسيب طرف. خلا بلك الاسم ده ود غالي عندي جدا. اه الكابتن طريق السيد. لا طريق اخويا طبعا وانا اللي احبه جدا ويعلم ذلك ولكن اسم الكرة والجماهير. احنا احنا ممكن نكون اكتبصناه او اخدناه من حضرتك. جماهير. فانت اعذرني بقى يا كابتن شادي. بس سلم الحبنا فيك صدقني. في بيتا في بيتا. يعني احنا عشان بنحب الكابتن شادي اه يعني احنا والله بجد اه حضرتك نجم كبير وحد احنا بنفتقده في الايام دي. انا بشكرك شكرا جزيلا على كلامك. اه في برضو مجموعة اسئلة موجهة للكابتن شادي. ما عم ضد الغاء الدورة يا كابتن شادي? انا قلت بلكده يعني مش اه الفكرة اللي بيحاول اه و لازم لازم العقل دايما يبقى موجود. مشكلتنا اه جزء بيمشي ورا السوشيال ميديا بقى بالغلط بتاعها بالصحة بتاعها. وجزء تاني ليه اهداف شخصية. اه. وجزء تالت اه الموضوع مش كده. الموضوع ما بتقس كده. الموضوع بسيط وسهل خالص. ولا ينفع يتقال الاهلي عايز يلعب عشان يتحسب له بطولة لان النادي الاهلي شبعان بطولات. انت اه طبعا. ولا 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 الفكرة مش كده. الفكرة ده وجه في نظري انا. انه لو في الاخر دي الرياضة الاستنتاع. مش اللي احنا نتطول على بعض ونتخنم مع بعض ونعد يحصل حاجات تعيب جدا. انا بشوف كتير وطولنا فيها قاوي وتاخد من وقتنا. فانا شايف اه لو في واحد بس في المنظومة حي اتضر. لأ. نستنى ونلعب دور السنان منظم ودور محترم واتجاهز وبشكل كتير جدا وتعمل اه ربطة الاندية المحترفة دي اللي انا بسمع عنها من اونا عندي اتناشر سنة. اوه مالها شدور. فلا يعني ده ده اولى. ايه. لو واحد حيقدر. لو حنقدر نحافظ على الناس كلها. وفيه خلا بالك فيه ناس مش 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 شرط اللاعبها بس والاندية. فيه كرة القدم تناعة. ففيه من حواليك كتير فنادج اشتغل وفيه من حواليك كتير حاجات كتير ناس جدا بتدار تستفيد. فهم? فانت لو لو اه يعني رجع الدوري للشكل اللي انحافظ على الناس كلها اوكي مفيش مشكلة. تمام. اه? ولكن لو واحد حيقدر. انا بشوف خلاص ما ينفعش ما يبتدي دوري بقى منظم وتوقيتات والمحترمة ويبقى فيه اصرار اللي انت يبقى فيه مواعيد محترمة نمشي عليها. اجابة 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 متوقعة من كابتن ونجم يعني حجم كبير زي الكابتن شادي محمد. اجابة جميلة جدا انت مش عاوزين اتضرر لحد مهما ان كان سواء اهل زمالك اسماعيلي اي نادي في مصر احنا عاوزين المصلحة العامة للخورة المصرية. بص عارف مشكلة الرياضة ايه? الحقيقية? بتكلمك بقى بصراحة. اه? 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 معيك يا كابتن شادي. مشكلة الرياضة الحقيقية اه مش وانا مش عارف بقى الكلام ده يتحسب لي ولا علي بس اقولي الحقيقة ايه. صدر. الفراغ والقعدة كل اه فيه بعض الزمالكوية بيعوضوا مسلا على اليوتيوب كل واحد يفكر نفسه حامل حما. ايوة. احرر نادي الزمالك من الانجليز. اه? والنادي الزمالك كان خلاصه جاء وهو اللي خلاص جاي يجيب المطولات كلها من تاني. ايه. وفيه ناس من ناحية التانية في النادي الاهلي على اليوتيوب قاعدين. قاعدين بيحرر النادي الاهلي وهو المقاتل الاولاني وهو اساسا محترامي سواء هنا او انا ما يعرفش تريشة النادي الاهلي ايه وتريشة زمالك ايه. انا بضم صوت لصوتك كبير. بس انا جايلك بس عشان اجيب لك لسه 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 لسه. انا اجيب لك بصراحة. اتفضل. وهو ده سبب بقى الرياضة اللي احنا فيها لو انت عايز الحقيقة. تعصوا اه. يعني اتخاف تقول الكلام ده بس انا عارف انا بقول ايه وارد على مين وعلى كله. تماما. رقم اثنين وبالعقل. فيه برضو عبدو مشتاء كتير جدا. لقى الموضوع سببه بيجيب من اللي مين على اليوتيوب. ايه. فشوية هو بيكره فلان فيشتم فلان فبيلاقي دعم من فلان. فيالله بينا اهب لقى الدنيا ماشية اه بقى كل يوم دول اسباب الفتنة. تماما. في البعض. اه نفسه برضو اه بيشوف اللعيب هو مصدر الشهرة وازده بياخد الشهرة والبطولات. واللعيب هو اللي بتصب وبياخد ملايين هو اللعيب هو دايما هو شايف كده في البعض. فهم? تماما. فانا كمان عايز امشي في المول. الاقي حد بيتصور معي او بتاعه نسمي في الرياضة عشرين سنة هو اساسا ملبس شورته وتشير. ايه. فجمع دول في بعضه كله معها امور تانية برضو. فهم? تماما. يعني بس بس انا بكلمك عشان بخلي بالك انا كنت دايما بقول اه انتباعي دايما على السوشيال ميديا فيه محترمين جدا وفيه بيحبوا نديهم بجد. وفيه بيتكلموا باخلاص مش عايزين اي مصلحة. فهم? تماما. وفيه البعض ساي. انا كنت بشوفها بترح دماغي. لكن خلي بالك دورها مهمة جدا. كابتن شادي كان معي كابتن طارق قبل حضرتك. احنا بصراحة كان بيتكلم كلام جميل قوي. وحضرتك بتتكلم كلام محترم جدا. طب ليه كابتن شادي اما تبقى الافكار كده كلها واحدة. وانتو نجوم كبار سواء في الاهل او في الزمالك. ليه ما تتوحدوش وتغيروا فكر الجمهور وسكافت الجمهور ونمح التعصب اللي موجود ده? لا يا جميل. الكلام ده مصح. فضل. والكلام دوت زي ما بيقولك شكلنا لجانب الزبط. او ما تسمع لك نتعرفش حاجة تتحان. لا الكلام ده مصح. جزء من كرة القدم. اه في منها تعصد. في منها زي سال ما قاعدة معاك ممكن انا كفها بكلمتين ايه. يا كابتن شادي والله زي بقولك من الجمهورين يعني مش احنا احنا دايما بنبقى رد فعلي مش فعلي يعني. ايوة لا مش مش فكرة مين او مش مين انا اقصد ايه. اقصد اللي جزء من كرة القدم لازم يبقى فيه تعصب شوية. اكيد طبعا. اه انا النهاردة. بس يا كابتن شادي اختلف. احنا قولك كرة اول الحلقة. هختلف. هختلف مع حضرتك في حاجة كابتن شادي. في كلمة التعصب. التعصب هنا النديج فقط. ايوة ايوة انا فاهم. ايوة بس انا بتكلم دايما مش اهلي وزمالك هنا انا بتكلم بشكل عام. ايوة. بشكل عام. ايوة بس الكلام. عشان الكلام. يا كابتن شادي ممكن الكلام. ممكن الكلام. ممكن الكلام. انت عارف الناس اللي قعدة بتتصيد الاخصاء. ممكن ياخدوا الكلمة دي على كابتن شادي. يا استاذ احمد اللي تصيدة اهلي. انا عالرصي باطح. معدها عدد يتفكر يتفكر. اللي اشتغل في الاعلام او نجم. يعمل حساب لحد يقول ليهوم يقولش يبقى ما يتكلمش. نجم النادي الاهلي نجم النادي الاهلي وكبات النادي الاهلي لأ اللي قولي أنا بتكلم كلام لمصلحة الرياضة عشان حنعقص نتكلم تلاتين سنة جزء من كرة القدم فيها تعصم تعصم بس ما نوصلهوش خلي بالك هنا برضو أسيبك من الأدوار لنا نوصلهوش المسؤول رئيس النادي يبقى رئيس نادي الاعلامي يبقى اعلامي مش بيشوف مواقف معينة عشان انتماؤه فيلاقي نفسه ميل شوية عايز يدفع عين عشان ما يدفعش هنا ويلاقي نفسه خلاص ما بلعبش دور الاعلامي اللي هو يقدر يناقش كل حاجة حيب نفسه عند حصة معينة فهن؟ واللعيب يبقى لعيب والاعلامي اعلامي ده اللي أنا أقصده هنأخد سؤال مركب هنأخد سؤال مركب يا كابتن شادي ندخل بقى في القرى لأنك نجم كبير من نجوم النادي الاهلي بالنسبة الوليد أذارو هل مرجح عودته مرة أخرى لنادي الاهلي وهل طهر محمد هينجح في النادي الاهلي أم لا؟ ويبقى موجود عشان أكيد طموحه وبيلعب في النادي الاهلي يبقى مختلف لأن النادي الاهلي مرتبط اسمه دايما بالبطولات فأنت موجود طموحك بيبقى مختلف طبعا أنا بحترم أكيد المعاولين وكل الأندية طبعا أكيد ولكن النادي الاهلي الثقافة انت ما بتتعادل ما بتعبش تمشي في الشارع من النادي الفوز ثم الفوز ثم الفوز أه طبعا فدعا ففي حاجة موجودة جوه النادي الاهلي كما يخص اللعيبة كلها أكيد أكيد أي لعيب أي لعيب أي لعيب أي لعيب ببقى نفسه يلعب بالكربين ويلعب الأندات كبيرة أو الأندات الشعبية عشان بتفرق معاه بشكل كبير جدا دا اللعب اللي بيفكر صح علشان آآ ماينفعش تمشي في مشوار في الكورة وعلى المستوى الأسري ابنت يسألك أو الضقائك أو الحتة اللي انت ساكن فيها أو آآ الأقارب أو أي حد يسألك ممتعش طولها مخدش بطولات أو اللي أنا عادت عشرين سنة أو خمستشار سنة بلعب كورة ومفيش في تاريخ بطولة مميزة أو عشرين بطولة حاجات اللي بتفرق مع اللي بيفكر صح انت صاحب البطولات يا نجم انت عملت رقم تاريخي يا نجم بس عشان سلمة ما تزعلش بقى انت كده عزعله سلمة سلمة نجم كبير طبعا يا كابتن شادي والله نجم كبير وإحنا يعني متشرفين بوجودك شكرا يا كابتن شادي عيدة والحاجة أخيرة فضل فضل عشان سلمة قاعدة بس مم جدا ممكن هي زم الكوية وانا عرف زم الكوية جديدة شوية ايه ايه في يوم الايام اتعرض لي حاجة على جمال ناجي الزمالك وقال الله لنا باشتم ممكن تكون زم الكوية وانا باتقول ممكن تكون مكسوفة هتقول اللي أنا زعلنا من كابتن شادي أو كلامهم اولا اولا انا بحترم جمهور ناجي الزمالك جدا وجوه قلبي جمهور النادي الاهلي اللي هو صاحب الفضل علينا كلنا بجت الاهلي قبل تفكيري علمني لنا المنافس وجمهوره أحترمه وأوقدره عشان لو أنا عايز بطولة لو أنا ما احترمتهوش هو مش قدر أعمل حاجة فأنا الموقف اللي عده قبل كده أكيد اعتذرت عنه وباعتذر عنه تاني لأن ما ينفعش أي لاعب تحت أي ظرف يخسر جمهور كده رسالتك وصلت رسالة حضرتك وصلت يا كابتن شادي ونورت برنامج القرى والجماهير شكرا أنا كابتن نروح بقى احنا طبعا كابتن شادي كان لازم نعمل مذاكرة كان لازم معه بيتكلم في موضوع مهم موضوع الدوري يعني بس أنا كرائي بقى في الموضوع ده أنا مع سلامة الناس طيب نشوف الفيديو ده هنعرضه وتعلق عليه نيش نطلع بالفيديو أميرة ربنا يوستر روبي ربنا يخليك بجده أنا مبسوطة جدا لنطلع بالفيديو أميرة ربنا يخليك بجده أنا مبسوطة جدا ربنا يخليك بجده أنا مبسوطة جدا لنطلعت معاك ولينا لقاء آخر إن شاء الله بإذن اللي أنا يعني بجده أنا مبسوطة باللقاء النهاردة جدا شكرا أسفين طبعا إن احنا صهرناكم النهاردة إن شاء الله لأسبوع القادم مع عبيب جديد وإلى اللقاء في حلقة جديدة اشتركوا في القناة